تنسيكم بخير بس كم التذكير لضيوفنا الكرام شغلتين الشغلة الاولى مع انه الاسيس بداها لكن بنأكد لكم اهجبنا انكم معانا اهلا فيكم كما تعلمنا في الادب العربي الجميل جئتم اهلا ووضعتتم سهلا وهديش التاني انه راح تسمعوا اليوم لايك ما بنتبنوش كل اسبوع اليوم بناسميها محاضرة وليس عرب فبعد ما انا اخلص الاسيس بيجي وبعد نفتنته اه بالفترة التانية بنجيب موضوع بنعقد ان هذا الموضوع انه علاقة وفيقة بحياتنا الكمسيئي بحياتنا المسيحي وما نستطيع على الاطلاق ان نفصل انفسنا عن العالم اللي بنعيش فيه ولذلك احنا نأثر على العالم ونتأثر بالعالم وبالطالق اصبحنا بالضروري انه نتعرف على بعض الاشياء اللي هي بتأثر على سيوكياتنا وعلى افكارنا انسان المسيح معقدة عزائي اكيد دوانكم واحد منكم لما يحجع يتأمل في ذاته ويمر في تجاربه في النهار يتحقق انه عواطف الانسان معقدة جدا وكثيرا من الاحيان اللي بنعرف عن انفسنا محدود ومتواضع وربما غير موضوعي كما انفقين الشعوب في تنافر بين فئات العلم ايضا في تنافر اكثر الناس بحبوش تكونوا مع بعضهم في نفس الجهس هم المحامين من جهة وعلماء النفسي والاطباء النفسي من جهة ثانية تحبوش مع هذا الجماعة هذا باثنين لانه الطبيب النفسي او المرشد النفسي مهمته ان يساعد في الشرح لماذا قام الشخص بعمل معين المحامي من الطرف الاخر مهمته انه يمسك بالشخص اللي ارتكب تهم ويحطه بالسجن او طرقه بريم ومليكي التنافس لهم عمجرية الامور فالأبناء الوحدة ايضا في التنافر وتنافس زلونا نوفر ميدان علم النفس علم النفسي من مبهن البعض يوفرونها موطف ايجاد بحق لدرجة ان يصفهم ان هذا له اسم جريم وبعض الآخر يجيد ويحترم وقص ثم تبصر كله علم النفس مقفرا نتيجة لاستخدام تقديقات عيوني مثل النامو التكنولوجي واليورو ساينس ولمنتم عرف اطلاع بذلك الآن احنا منعرف تحت الاجهزة التطبيقه هالي جزء من الدماء اللي يشتغل لما سلوك بعين بالمنفيد ومع ذلك جب نكون حرسي على تفسير ما نرى لانه بتفسير ما كنه ابعاد وحسر عميق وربما ينبت الى دور لما يشخص بعض ما البعض من البداية كانوا الألمان بتسليف البكاء ثم هو ثمان انواع في بعضهم ثلاث وبعضهم خمسة هذا دليل على انه ما فيش اتفاق ولكن بشكلها اكثر شخص من الربع الجمهور اللي اجرب وتحدث عن ما يسمى التعدد الذكاء وصف بالرياضيات والمنطق للقدرة الخطابية والكلمات للأبعاد والأطباء اللاسيان منهم بحطوهم معدولة كمان اللي بدلهم هادسين اللي عندهم يطلع عنده قدرة يطلع على المشكلة منطرف من هنا منطرف هناك المهم ومع ذلك الكل يفض ان يتعامل بشيء اسمه الذكاء الريحاني حطوا ذكاء طبعا الواع للذكاء ولكنهم يتجددوا ان يتحدثوا عن شيء اسمه الذكاء الريحاني والسبب هو ببساطة عدم مقدرتهم ان يخضوا ان هذا المهمل الذكاء لمطاريس لشو نستخدمه في مواضيع فان لان كاننا نعرف ذكاءك في موضوع الفيزياء ذكاءك في موضوع الموسيقى ذكاءك في موضوع الرياضيات لانه فيه علم طوق واربار مستخدمها والعلم بلزم ان يستخدم ما يستطيع اثباده العلم لا يستطيع اثباد كل شيء ولكن لا يستطيع عمل اكبر ما يجبده واذا العلم ما اثباد شيء هذا لا يوجد شيء موجود العلم لا يستطيع عمل فهم وسبحنا ما نعرف في الحياة فالان اثيرا ايجا واحد واحدة تانيسة رشجع عن فصن لدرجة انه واحد من كبار الداعسيين من تنكي لنفسي من باكتيري عنا في كندا طوحة فاهرة معاقنية انا في سبب بطاع الطرق ويسا نطلع عليهم ما جد فيهم صفات معينة صفات مملكسة عن بعض الصفات القديسين بضب النظر عن اي عقيدة ناس رسفوهم يدوا قواطع حاقق ناس عندهم بحسوا ان هذا لما يجي يحب ايده عليه تبتشتع وصددوني في الدول الطرق في بصص الدسمع ليش العلم ما زادافه بالتعامل معين شراء لان كل ما نعرفه ونتيجة تاجار شخصية فقط لا نستطيع ان ينعمنا وبالتالي نكون هذا صحيح وهذا ليس صحيح هرام سيد دايد تبتين معتر باسمه مع مجموعة أن نكون نتحدث عن باسم الذكاء العاطفي والذكاء الروحي أكيد سمعتم في السابق أنت كلمات كثيرة عن الذكاء العاطفي كلمة كلمة لبعض مهمة جدا ولبعض الثاني مبهمة كل واحد بيفهمها حسب تجهبك وخبرك في الموضوع ولكن بشكل عام عزائي هناك خمس مكونات لما نسميه بالذكاء التنسعالي المشكلة التنسعالي خمسي وبعضنا نحكي عن عناتهم عن ذكاء الروحاني وبعضين بيجي نأسس إمال بكم من الجانب الآخر أكيد سمعتم في السابق بعض المتابلات هذه ولكن بنحض معلومات تأثب معنا 14 أسبوع بنحطها في 25 دقيقة ولدالتالي ما هوش عدالي للموضوع ولكن بنحاول بغض المتابلات الخمس متابلات هي ميادي واحد مقدرة التنسان على التفاعل مع الآخرين ثاني مقدرة الإنسان على التفاعل مع نفسه ثالثا مقدرة الإنسان على التأطل رابعا مقدرة الإنسان على التفاعل مع مطلقات الحياة وخامسا أخيرا مقدرة الإنسان على التفاعل مع مزاجه باختصار تفاعل الإنسان نداها مع نفسه وهي أصعب الأمواع تترى في قديم السماء لما أحيانا أن الإنسان جنه النمو الأفقي. بساني أنا ستين، إذا بدأت لنا ضرقية بساني بجاء أحد ستين، إذا أنا ستين، ثلاث ستين حتى ينتهي ينتهي ظهوري على مصرح الحياة، ثم يحدث. هذا نمو الأفقي، نمونا العمودي هو النمو الهام جدا. من أنا؟ شو أعرف عن نفسي أنا؟ شو أعرف عن طوتي، شو أعرف عن ضعفك، شو أعرف عن نزاجي، شو أعرف عن طفلاتك الأفلي، كل ما عرفت عن نفسي أكثر، كل ما زاد عندي نجاح التعامل في حياتي الأرضي. من الأشياء المهمة اللي نحن ننتبه إليها لما نتحدث عن العاضفي أو نبو العاضفي، هو ما يسمى بإحساس الإنسان بألف ناس. مثلاً ستين، الإنسان؟ طيب ما أحكي تلك؟ أبعرف إنه تسعد أو ترضي، أو ربما تثير نوع من التساؤلات. إذا كان عندي إدراك من النوع، هذا يعني إنه عندي ذكاء العاضف في هذا المجال، ذكاء راضح. بمعنى أنني أستطيع أن أتجنب الخصوان، أو أنني أهيئ نفسي لأنني أتعامل مع ربط فعل الآخرين. كيف توني؟ العلاق تنتده إليها شوية شوية، تنصير مرسل ما بين الذكاء العاضفي والذكاء الروحاني، اللي هو spiritual intelligence. الإنسان المؤمن يتميز بالشجاعة بإبنه يؤكد أن سوقه طائم بناءًا على إيمانه بشيء. لا تخافش، بيكون قدر، بيكون أفضل أفلاق، بيكون هدوء، بيشعر أن أنا لا أستطيع أن أقبل هذا الشغل إذا أنا تتنافى معقية من المسيحين. لا أستطيع أن أجلس في جمسة المستهزئين اللي تفق على الناس التنين، لا تتنافى هذا المكان. سوف تأثر المسيح بإيمانه وتظهر في الذكاء العاضفي. كميار اللي عند ذكاء عاضفي يرصد إنما منحده من الذكاء، والذكاء جان أجانا من المصدرين. الذكاء جنوبة المروس كينتكس، والذكاء البيئي اللي تعلمنا في مدرسنا وأهلنا وتجاربنا في الحياة اليومي. الإنسان اللي عنده الذكاء العاضفي يرفض إن يضيع مظامن في الحياة. وكأنها خيانة وعدم مقدرة على إيمان أي عالم إنه يستفق الموافق. فبالتالي يضيع عمره لأما في الأوهام، أو ليشارك الآخرين بمواهب. وهو سيسلوه في إحدى المطالات، بلتكارش كين تحتها، أين نفع للإنسان اللي عنده عالم؟ أين نفع للإنسان اللي عنده معرفي؟ إذا لا تترجم لعطاء للآخرين. الآن المطالة الثاني هو من يسمى به علقة مقدرة الإسانة على التعامل مع الآخرين. الإسانة تبيغ الطبق، نتعامل بعض العامة على الدوام، بنتطلع مع بعض العامة بنصوم سيلاك، بمعكف البساط، بندخل على السوق النصور، بنصح الصدق في وجوهه أضنى، أزواجه زوجان، بنروح على المدارس مع أصحاب، في الشحرين، فيه أضنى. مقدرة الإنسانة على التعامل مع الآخرين، تشتب قلبها ونور مطيل بالمطونات الأساسية من البتاء العاطفة. تخذوا ما يالي. في عنده طلاب، يجوا أحياناً يدخلوا عنده على المكتب، وللحال يبينهاروا، صارت أكثر من مرة. الطالب بيجي بيطلب يدري أنه أنا ما بقدرش أدري من ابتحان، والسبب أنه أمي تم تشخيصها بسرطان الصدر. أطلب من المرة أحكي للطالب، قلت له إذا في في العالم، حد رح يفهمك هو أنا. يعني بمعنى أنه مش راح أمسك يد واسر أبكي معانا لأنه الممنوع نعمل بالجامعة، ولكن ما تبقى، عقدي يمشي في رحلة طويلة مع التعامل مع سرطان الصدر، وبعرف شو الألام اللي بتوع فيه السيدي بشكل عام، والألام اللي بتعيشها الأسرة، والألام اللي بيعيشوها الأولاد والبنات خاصة في مقتبل الأمر، الزكاء العاطف هو مقدرتك أنك تتعاطف مع التعارفين، وليس إما نتجاهل عواطفهم، أو نعمل فوقها ونسخر منها، أحساس الطالب في حال هاي، أحساس طبيعي، أذا كان المفعال الامفعال 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 مع الناس، أيضا هو التزيني للمجتمع، وفي كل العواطف اللي بتسرعونا أن تترجم حياتنا، حياة الكنان، تترجم في الوقت عملية، مسؤولية بالإجتماعية، مع المسؤوليتي وأنا ماشي بالسيارة من قبل البيت، إذا شفت في أغز وحد في حالي صعبك، مسؤوليتي إني أوقف أساعد، المسؤوليتي، المسؤوليتي، إذا كنت ماشي بالشارع، أو اللي عمنا شباب، مثل الصغرائي اللي عندهم صحة، وعندهم تجاه أحوالاً الصحية شوية مضعبعة، وفي موصل الشتاء، مسؤوليتي أنا العاطب، في حال هاي، مسؤوليتي أمسك الشبل وأطلع حشي بالفلج أمام بيته، مسؤوليتي، إذا أنت مقدرة عبر مستمرتها عاش، والشخص اللي أنامي عاجز، وأنا مطرب بحاجة كلي، معناته أنا لم أكون فيه بهذا الذكاء العاطفي. ثالثاً، مقدرة الإنسان على التأكل، فيه أعزائي ثلاث عواطق، يتحرك الحياة في الاتفاة، القرارات الكويسة في الحياة، الأول، أننا نطلع على صدق الأشياء، وصوحة بالموسط للقرار، سرعاً، يشوف شر أو شرطين، يقول أنا خلص، كم؟ هذا لا يكفي، لا يكفي، الحملة لحلولنا من المشكلات، يجد أن يكون هناك تفصيلات كافية، حتى الإنسان يضمن بكبر الإنسان، لا يجني على حدا، ولا يتنى حدا، ولا يعمل قرار ناقص، لأخير، لكن في بريد الأحيان، هي كيف نعمل أحنا. الشيطان الأحياناً، نتطلع على أنه، صدرت اللحظ على القطاع دي هون، تعطيهم مثلاً مسائل لحلول مشكلات، أعطيتهم عشرة مسائل، وقوّر سبعة منهم نفس الحل بنفس الطريقة، لما تجد المشكل التامي، كتبتكياً، يستخدموا نفس الحل السابق، على التاسع، خاولوا بنفس الحلول السابقة، ليش؟ ملتين؟ طلص، ما فيش، يعني كل الحلول، هاي الحلها، بحبت له المشكلات، اللي منكم درستوية مجال، تنكشنال فيكسدنس، نحن مشكلتنا، نفتع أن طريقة الحل المشكلة، هي الحل الوحيد، وكل خلول الناس خطط، تفاعل مع الناس، بتعرقر إذا أنا بفكر بطريقة، لذلك، ما يسمى بأن بطرة التسان على التعامل مع الآخرين، هو تحقق بأن الناس بيكون منهرات مختلفة، وذلك مختلف، وأيضاً خلول التختلف، وكل بتحق أن يكون مختلفين عنها، أيضاً ميزة التاني، البطرة على النظر بموضوعين للأشياء، قليل من الأشياء اللي طلع على حياتنا بموضوعي، يا سلام ما أجمل التعامل بالموضوعية، وموضوعية الشجاعة، بمعنى أن أزيل تحليسي، وزيل النثريات، اللي ابتمنعني أطلع على الأمور بروتعها كمعبورة، متحيص، متحيص هذا أقولي، هذا البيانتي، هذا جئي لغتي، هذا ساكل في المنطقة في المدينة، إلى آفريدي، فهذا اللي حون تؤمنني أنا، أتباصل مع الناس بالطريقة المزبوطة، وآخر نقطة على مبدأ بالنساء، التأكل هو ما نسميه بالمرونة، تسمعون؟ نتطلق أحيانا مع شخص، نكون عميل جداً، تأتي معاك أنني بالخلص، وصير على مبدأ على مسلح واحد، المرونة أباء خمهات أنتوا جررتوها، نترشل شخصاً على أولادنا لما يدخلوا السلمة، ينصغر بأمرارطة، أنه نجبههم نعملوا بإثنيان، لأنه السرعان محالة، يمتلك هذا القوة، يظهر معنا، المرونة، خد معطي، اخسر معركة حتى تكسر حرب كما يكونهم، عادةً نواجد مشكلة المرونة، خاصةً لما نتعلق ونتشبخ بأرامة، المكمل الرابع اللي احكينا عنهم، وهو عن المزاج، بشكل عام عزائل، مزاجين مهمين جداً في تحقيق حياتنا، مزاجين مهمين، السعادة، والتفاقل، أنت بتصمع مطولة، السعادة لا تتكلم من الدافق، لا يدجنا مجاح القرض والموجود اللي حولينا، لا يدجنا حكفة لأنه لا يكفي، كنش مقطط، لما يجعنا بيحكينا أنه كنش العين بمسيه في وزائل، سرعان، يعني، أفكر تماماً في قديم الزمان، لما اشترك في السعودية، أول شهر اشترك في السعودية، تجوا أعطونا الروابب، وكان يعطونا الروابب بالريال السعودي، وبقطع العشرات، لا أكثر بالطبس، بقبط المكان رادي، أربع تلاف ريال سعودي، في حينها يعني، يمكنني سووا ثمانمائة دولار، ستمين، ثمانمائة، كلا أخير، صدقوني يا إخواراً، أعملت اللي بتحكيركم عنه، وكتبت عنه، وما زلت أحكي الخطصة، أفادت كل فلوس هاي، وحطيتها بجارة بعض والبعض على السريع، اللي أنا بنام عليه، في فلوس قطت السريع بي كامل، اطلعت عليه وسألت نفسي، ما لا أرى، لأن كنت من قبل دخولي للسعودية، أنا أعرفتني يا رب ساعدني ديني، مقطةً حتى أعمل فلوس، وأسافر عبر الدخار، حتى أعرف مين أنا، أعمل أشي هم، الفلوس الحين، ما غيرت مغطفي ولا مغطفي، وابتلعت عليه أنه أخيراً أنجزت، ما هي السعادة التي سدقيني من هذا الأرقام، وانتبت أعرف أن كل ما زاد، أن الأرقام كل ما زاد، أنه الوهن، ومش بطرور الفلوس، نطبعه بشكل أملاك، بروس، بروس، سيارات، بفول، أحياناً الوحد مننا بافض مينته أو منصبه في المجتمع، بافضه بمفهول جد، وبيستخدمه للتنملك، أو للسيطرة، أو للكبرياء، أو بيعتمد عليه بشي تفيره، حكيته عن سر، تفكوش لحد عنه، أنه الآن لأني أتعامل مع موضوع ما نصبه بالتقاعد، مرتبك، كنت اتفكت تقاعد بالنسبة لي مخيسي، ما ديت الآن، وأنا نقصت إلى مرحلة التصارع، إنه اللي برهين سبني كبير، اللي درس جانع، بسوكي سبني جاءت بعكا، وهذا أكبر سؤال بس هل فيه، وعلى طول ما تشكر من أحمد، الجانعة فيها آلاف الدكتورات، أو الجانعات، والعالم هيتمشي بدوني، والطلاب هيتم تعلم أحسن من الناس هلين من أحسن مبغي، بأي أساس، بحب النفس، وسعب الوضع الذي فيه، مهدي، اللي منكم أعيش في هيك ورطة، تحكي معاهي، المقصود بذلك، عزائكم، وما نخدها شهر محمد الجال، والموضوع التبطنس يتدلوا والتفاتر، الناس تحتموها، بالحال، بسكرها بجد موكايند، شو حسين؟ لا، ما فيش فلوس، ما فيش مقدرة، خاصة آبائح في الأولادهم، شو كنت فلوس بأدرس أنا، ويختار الماد من هالم مواد الجاد العلمية، اللي في حنا في العالم العربي، بهمنا كريمات مبهمة، أدرس طبو، تحتل الخندس، لكن بتيجل معا قتلنا بس، كان في الشباد من دمين، لكن شو؟ بيجي الأب، قلوا أنت بمكتورة تتسكت، يعني حتى بهالسطار، بيستكتر على ابنه، أو ابنته، إن يكون عندها محلال، كانت تنجز أفاقينياً، في المجال، التفاعل، اللي حتى تفاعل، بقدر يتعامل مع الناس، لأنه لا في مجموية التصالح بينه وبينه، ما تفكتش الرجاء والأمل، ولا يبسي حد الدنيا بس يتلاسي أمل، أو، يعني حتى فيه تصالح، الأزواج، والروح، فيما بينهم، لما يتناقروا، ومشكلوا، فيما بينهم، ما تفكتش الأمل، يوم تريد ثلاثة المصالحة بالتنم، لا تيقصش، هذا هو المكتر على التعامل مع الناس الثانية، مع الجرامة، مع الرب العمل، اللي بدأ في محاولة المصالحة، اللي حين تفاق في الداخل، يرفض تجنو الصودوية، وصدارهم، شو ألا أكتب، لأن البكاء الرحامي، لما تعمل؟ المهم، المهم، بنت اكتنامًا، بما يؤمن بكي، self-awareness، المهم، حقًا، ما يهموش الكلمات، يهموش تأثير الناس، يهموش رأيش فاشدة صورة تتفعل، يأخذك، أنا صنوتي، نادع أن إيمانك هذا الشيء، يعني مثل، نرجع على المخال الأكتب، في مجلس المستهزئين، مش أحدث، في إحدى الفلسفات، تقول، إذا أنت بدأت تطلع على سلوك معين، وتفهم إذا كان سلوك أفراطي أم لا، اسأل السؤال التالي، إذا أنت عمّنتم، وأصفف فقط، إذا العمل من واحد وفقط، يعني بمعنى، إذا أنا بدأت أكثر، أصفف، 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 لقشف شكالاتة، ما مقصد، وإذا كان أقلته، في مقياس البعض، حدث بسيط، لكن تفينه، أن كل واحد فلسأت شكالاتة مستورة، في شكال صيبة، في مشتورة صيبة، في مشتورة، لكن، سأتقالحة، إذا وجدوا لأن الناس يسروا، على أن مهما واجبوا من تحديات، من مدرجم في الأعمال ايش تهمي التصرف الحالي وجدوا ما يمين سبين ستونتوريس مجال افر بنانانيان عاشين مشوار وانا لبس حبالي كويس وخميل وروح نبكعت في حفرة فيها مان طيل شوفوا بانت ببالي لتكار روحاني اذا تطع كم سنة عفرة ومتصيح ومتتشبل بيالك الانسان اللي عندك داء روحاني يقول تأفت كافة الظروف سنوك ما بتغدرش داخلوا بيظهر على طول الحال بسيكش تطلع بيقيت حوالي حتى اختار الكونات اللي تياها لا انت تظهر كما انا يقول اختصر الذكاء الروحاني الانسان درم انه جزء من الكل لا تستطيع ان تجزء نفسك لا تستطيع ان انا ارى نفسك بيش ما بكم سموه طرصيني من المقارنة مع عرب درسي بالمقارنة مع الابيان من ريفربينت مقارنة مع احياء بنتم فطير ما اذا انت نظرت على نفسك من الجزء وضبط وبتصير تفح حول نفسك انا جزء من الكل الانسان اللي عند الذكاء الرحاني هو جزء من القسرة الانسانية التي يرام بانها الله هو الوحيد المسؤول والقادر على العمال لها الذكاء الرحاني يتمثل بالرحمة العظيمة بدون شروط الانسان الرحيم ما حكش لنا بروحة دكاني يقول اعطيني خمسة كيلو براما لبرحة اشتغيهم الانسان الرحيم يمتاز بهذا العطاء السفي من الكلاء المعطي اه وافيرا عزائي افيرا كلمتين الانسان اللي وجدوه اللي عند الروحة ميادة العادة يسمى متواضع جدا ما بيستردد يعني متواضع ويتعامل في مع ايمان روحي مباشرة اذا بيطلع بيطلع عشان جيته بيطلع على الناس يا عالم سيفوني يستبدأ اعطره او لا يتبارع لا يتفاخر شوف الكتاب المبادس يسيقى عن المحبة الانسان اللي عند الذكاء الرحاني هو الطابع ليس الطابع هو اللي تعطي مثل عاضفة عاضفة حاد جدا عاضفة المحبة وعاضفة التواضع وعاضفة الرحمة الاخر وعاضفة الاخر وعاضفة التواضع اللي هي حقيقة العاضفة التواضع وجدوا بثنه اللي عندنا ذكاء روحي كأنهم يستجيبوا الامداء الانسان تذكاء روحاني يمتعز لأنهم يسمع الامداء الآخر من الانتجا نصريتو الخارج أعلمات القيمة جدا كان يتكلم عن الزكاء الروحي والزكاء العاطفي فكان مهمة جدا الحكاية لن أعرف هذا إن إنسان كيف يعرف نفسه إزاي الإنسان يعرف نفسه يعني أنا عايز أبقائس عايز أبقائس عايز أبقائس علاقة كويس مع الأخارين عايز الناس تشوفوا سورة حلوة بس زي أعرف هل إنسان بيعرف نفسه من يعرف الإجابة لهذا السؤال هل إنسان بيعرف نفسه كويس كويس أولو الإنسان على فتح البائبي كان عن أكثر مقدس في أربعين ساحة 17 عدى التسعة دول القلب أخضع من كل شيء وهو مجيس ما يعرفه الإنسان أحيانا بيعطته من كويس جدا من تأثير أمس كويس جدا ما كان في الحقيقة وأشعر نفسه بإيئة أن أرى بفرحة سيقلب أختبر الكلا لأعطي كل بياه حسب طرقه حسب ثمار أعمالي أربعين ساحة 18 عدى التسعة يعني الزين كلام ده الإنسان في الحقيقة ما نبقاش يعرف نفسه بالكامل يعني أحيانا بني فادئ بسا أن تفادئ أنت في البيت أن مثلا مراتك شعرين من أنت في البيت ومن أنه أعملت لها حتى ننزعه يعني أنا مع الحاسة أنا أعملتش حال تقول أنت عممت كذا وكذا وكذا رحمة ما كنتش عقل ما بيترح حسب أي حيانا فعلا كتير آية قد رحب ويعرف ما بيترح ما بيعرفش إني ماشي في طريق غض لأن الإنسان محتاج من قلادة من الرؤ القلب أخضع من كل شيء وضع من إدريس من يعرفه القلب ممكن يخضع الإنسان كثير جدا من الناس بيعتقدوا أنهم فعلا في حالة خاصة أنهم مفروض الناس والله تشوفوا من دولة كده يعني ناس مميزين لكن في الحقيقة هنا بقول أفر بربنا عاطف الزكاء العاطفي إزاي نتفاعل على الأخرين وكده إحنا بنعلمنا كلمة الغال أنه بيقول كده في عدرانيين إصحاح أو بعض لأن كلمة الله حية وفعالة وأرضى من كل سيد دي حد دين وخارقة إلى مفرق النفس والروق والمفاصل والمخاه وميزة أفكار القلب ونياده اللي حيوطح لنفسي فعلا وهيعلمني أنا محش ولا كويس ولا إيه آآ تأثير على الأخرين أو علاقتي بردنا عاملة إزاي هي كلمة الله ردنا هو اللي بيكشد الإنسان عشان كده أحبائي أصعب حالة إن الإنسان يتغير الإنسان عشان يتغير الإنسان عشان يتغير دي صعب جداً جداً وأنا شوف في حيات كتير جداً حول لو نغيره لكن زي كلمة بيقول بلون أخد رهيم الزكاء الروهي ده بيكون حاجة مش أنا مكتسبة حاجة ربنا مدهاني الإنسان عشان يتغير عايز كوة أعظم اللي هو فيه كتير جداً ناس عايزين يتغيره يعني واحد بيقول إن أنا شخص حساس جداً أي حد يقولي كلمة بيجرحني وحس بجرح وأفضل طول النهار إن أنا أفتقل هذه الكلمة مش هتعمل نفس إيه أحس إن أنا حساس باستمرار شعور بالجرح تبقى عمل إيه تكلمه تقوله ما همكش الناس خلي عندك آآ يعني آآ مسامحين يمكن ناس ما تقصدش حيتصلح لمدة 3-4 ساعات وبعد كده يجي النفس واحد يقوله كلمة حسه حيتجنب طب الإنسان يعمل إيه الإنسان محتاج له قوة أعظم من اللي هو فيه عشان يضميه دي القوة الروحية اللي كان يتكلم على من الأخ الغانين اللي هو الإحساس الروحي تعرفوا إيه اللي حصل مع بني إسرائيل زمان بيوصفهم وردهم وردهم الشعب صلب الرقبة كان ربنا بيكلمهم لكن مش بيقبلوا كلامه تعرفوا إن الناس دي ما كانوش يعرفوا إن هما صلبين الرقبة ما كانوش يعرفوا إن هما مقاسين ألبهم مع الرب لكن بالعكس تفتقدوا كانوا يعتقدوا إيه عشان كان ربنا بيصحة حالا كانوا يعتقدوا إن هما أعظم الشعوب عشان كده رب اختارهم فعشان كده رب يقول لهم أنا مختارتكمش عشان أنتوا أعظم الشعوب لانا كنتمش اعظم الشعور انتو اعظم الشعور لك انا اخترتكم عشان نفسي عشان تقدر الرسالة لناس اخرين فهوق نفسه ما كانوشش يعرفه لما كان انت حصل مشكلة كانوا تزمعوا على رب جدا ليه رب بتعمل كدر انا مفياش مشكلة ازار مشكلة مين من ربنا بقى انها المشكلة مشفين مشكلة ايه في هو فالانسان احباي احيانا ما يعرفش انه هو في داخله خطيئة وفي داخله اثن وحتى لما دخلت الخطيئة الانسان لولت كل شيء خلت حتى المشاعر الطبيعية بتاعت الانسان تتغير ذلك ان حتى احيانا بيكون الاب اسي على عياله والام اسي مع اولادها بيحصل فعلا خساوة الانسان بيتغير وحتى مشاعره تتغير بسبب تأثير الخطيئة طب انا الحل بتاعي ايه انا عايز قوة اعظم من القوى الانسانية مين هذي القوة يا حبا ايه المسيح هو مين كلمة الله انا لم اقرأ في الكلمة المقدس لما تعرف العهد الجديد انت مبتقراش قصص قصة حياة انسان مبارك انت بتغرأ عشان تشوف كلمة الله انت بتشوف المسيح اللي هو عبر عن الله انه هو احنا ليه بيقول للمسيح واحد فرار لانه هو كلمة الله والله مكانش فيوقته معاين ما عندوش كلمة معلوش فكرة فدائما المسيح هو فرار واحد او فرار الله واحد لان المسيح كلمة الله انا لما بقرأ بكثير مؤدس وبشوف المسيح بيتعامل ازاي مع الناس والمسيح ازاي قلبه مع الناس وازاي تعليمه انا في الحقيقة بقرأ كلمة الله كلمة الله بتكشف لي اللي جواي عشان كده بيقول خارقة الى مفرق النفس والروح طب ايه جات النفس والروح في المناني سايكا يعني زي جاء من سايكولوجي او ميمة يعني جاء من الروح دي حاجة الروح ده يتميزها ربنا للانسان السيكا دي مع حتى ممكن مع الحيارات مع اي حاجة تانية كان المطلب بتدخل تقول لك ده مني او ده مش مني بتعلمني بتتميزني بتكشفني عشان كده هتبقي لما انا اصري واقرأ الكتاب المقدس ويكون لي اتعامل مع الروح حاقدر اعرف نفسي وحاقدر اتغير لكن طول ما انا بعيد عن الروح انا فانا يعيش بجهل واعيش بخداع ولغي نفسي مشكلة ادراعك المشكلة بتحصل لي وانا مش عارف ايه اللي بتجراجل انا متغير اللي انا مش بعمل حاجة غلط اطلاق انا متغير اللي بعمل كل حاجة صحة لكن في الحقيقة في حاجات كثيرة جدا من المشاكل اللي احنا بنورر فيها سببها هو مين؟ هو احنا احنا السبب وزي نجد مشاكل اللي انا بنقابلها في بيوتنا وأشغالنا واحنا ب منعتقد ان احنا يعني ايه م definis ولا حاجة وحشة درجة ان دا متغيرا اقولك الناس لما بتحكي يقولك ايه الناس الايام ديت بقت ايه؟ بقت وحشة كل واحد بيقولي الناس الايام ديت ايه؟ بقت وحشة طبو وフين الناس دولا? او فيي حاجة اسمها في قسمه واعين جدا حاطينه معين اسموا الناس käytوة من الناس وانت من الناس. مش كده ولا ايه? كلنا الناس. وكل واحد مفاقل من العرفة الايه? في الاخرين. في الناس التاني. لكن كانوا طلاب تعليمني بتقول لي ده في قوة قنا يقدر يدها لك. احد الناس كان بيكلم معايا انسان طويل جدا مؤمن وبيحب ربنا لكل قلبه. وجاي يقول لي اهلي بيحبوني بطريقة جديدة جدا. بناتي واولادي عنده خمس اولاد. ولدين وثلاث بنات. او سأل اسف ثلاث اولاد وابنتين. وبيقول يعني اه اه المرأة الزورتي بتحبني. اولادي بيحبوني اتبقى في حض مستمر. كله عشان بيقيتنا ده. انا مش بعمل ولا حاجة واشا. ان فعلا لما اه قاعد يتكلم معايا لقيت ان هو بيقى في المؤدس بيروح الكنيسة مبتزم كل حاجة. بس جيتوا قلتولوا حاجة قلتولوا تايل انت بتكلموا مع المسيح? قال لي طبعا. بتكلمهم. ده انا لو اول ما اجي اول حاجة بعملها بيقتزم ديفيزيون وقال لهم لس دور كتاب مؤدسة. وبعليل بحس ان انا انا با اكلمهم لو سنعت كلمة من حد. مش عقباني ما باستناش على كل كلمة. هو هدا الانسان ما اعتقد ان المشكلة في اللي حواليه. لكن في الحقيقة هو اللي بنظرهم من كلمة. هو هو مهم ان انا وصف رسالة المسيح. لكن المسيح كان بيعمل ايه? كان بيروح وبيدرس مع العشرين والخطب. الناس اللي ما يستغلوش ابدا اي رحمة او اي محبة يغل يكلمهم عن المحبة الالهية. تعرف انت لو واحد كده عاجل صبير راته ومعه لقمة نشفة هو جعان. ومعه لقمة نشفة. تقول لي يا ابني اللقمة ايه انت هاخدها من الارض دي لقمة مش قويسة. سرها. عيسي فيها لانه جعان. لكن اللي يبطلو كده بربة جميلة جدا 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 جاية من بعيد. هو بيه ما هتقول لي حاجة يروح. ريال اللقمة دي ايه? جاية عالربة الجميلة دي. صح ولا لا? فيه ناس انها من كتر ما بيتكلم الناس عن المسيح لكن ما خالدش محبة المسيح. ممكن تخلي الناس تاور من المسيح. صح ولا لا? لكن هل هم عارفين نفسهم؟ ما هو شعب الكلام ده بيتكلم في عبرانيين عن كلمة الله حية وفعالة بيتكلم عن القساوة التي كانت في شعب الله. كان شعب الله عند القساوة. ولذلك يقول الكلمة الله حية وفعالة لابد ان كان هذه القساوة تدوب عن طريق خلمة الله لكن هم لم يسمحوا بالكلمة الله. قفت قلوبهم. قالوا لنا مش محتاجين للكلام دي. احنا محتاجين نعيش كويس ونعيش زي احزن مكانة من مصر. احنا طلعنا من قرض مصر ليه؟ عشان نعيش عيش في الرب دي. احنا اي حاجة تقول لنا غير ان احنا هنعيش عيشة كويسة مش بنبلد. الرب يقول نبقوا يعزول الخديث من وسطكم. نبقوا الشعب. اعملوا في مطار الخطوية. اعملوا همين اشياء. همش يستعب هذا الكلام. طمعتين يستعبوا حاجاتك تعالوا انتم شعب وانتم شعبهم وانتم شعبهم وانتم شعبهم وانتم شعبهم يسمعهم. تصصوا وجوبهم. عزيزة في معرفة تاخد قرار مع الرب. اذا انتم سمعت معرفات كبيرة جدا من معرفة افضل طريقة الرب يبقوا حطاها بطريقة معناها مع حاجاتك مع حاجاتك طبعا من فرحة في المدادس. لكن حطاها بطريقة بسيطة لكل انا نسهمها. احنا عندنا عواقف وعندنا رفلانيات. تقول بطريقة حاجات كبيرة جدا. لكن ما لن نؤمنون لنا الرب. فما لن نقصر بطريقة الله وقدر اطلع عشان تطريق كل واحد فينا. فيش حاجة لا يعرف بطريقة. عزيزة قربة الرب نحن نقرب بنا المؤدسة. وخصوصة معرفة الجديدة تبدأت لي. قلت تقبل الراسة. انا عايز اشوف المسيح او تم يقول ايه. تم يقول ايه. تم يتحضر استغل. انا هترأ الدون المقدس حلاقي اني فيك ثرع عارضوني في دون المسيح. اولا ما هنت احرفه هتحسه مشراص بيه. مشراص كبيري مشراص كي هنك انت تكونن معدوهاتي. دي الله هتكيلة تعطولي. هلو هترأد الدون المقدس بإخلاص وحصت حلايا وحصت أنت من يحامل معك الحسن التمويل كان مؤدس ده ليت مطلوقه في قلبك وحكي عمي بابتاعك كان مؤدس عمالي يهدونك من داخلك يقول لك انت فيه كذا لكن نتوقع الله نعلم يقول لك انت فيه كذا بس انا نعلم مش مكتلة التشخيص بس ولا قلت على الكارة لا انت فيه كذا وبيعقولك معايا انا تتحرك لا انت فيك مشكلة انك انت محسوس من حبزك انت فيه مشكلة ان في حاجة تقبض في حلقة انت مشكلة انك مستعد من شغراك لكن هم الأقضاء جدا تنمو استسلمني افتوكوا بروح الله عشان افتوك الله يعمل بطريقة غير عادية في حياتك افتوكنا افتوكوا بحاجة نحن عمينا احنا عمينا التنمينات وعنى التنمينات واستطيع ان نصرف ان نحن فعل نقوم نعنس ان نخدم مقرعنا ونخدم طعب ونحن انت في حياتنا لكن لا اسم تغير وروح الله ملينا انه تغير ونمردتك حالك ونمردتك حالك ونمردتك اقضى اقضى مطلق عزيزة اقضى اقضى مطلق ونحن حالة قبل ما أخدم فالشياء تقول الأيام تحاول وكل كونية انه مركحة في حياتي في كنبة فالبالدتك اقضى انه في كنبة من سنين قويلة جدا لكن قادية مش موجود لكن كانت مني حاجة معها موجح في حياتك وكده قوة وفعلا بعد ما نجح في حياتك وعمل أشياء كثيرة جدا منهم نفس المرحة وحاسب فالبالدتك قال لي سواء ان انا عندي حزن بالاخلي قال لي حاجة مفية وحاجة مفية مع الله بدأتش زي بابه فمش حاجة تقول لي بيحصل أحيانا حقائق الناس بعد ما اعتقلوا بأيه عائزان تجد ان هم اين تقضي تعفو تقضي تعفو تقضي تعفو حالة انسان كانت تقضي كده لأن الله طهيقه يتجد ان يعمل إلى قابل انه قد رقوله كنا نعرف انني أحاول الله ومنقرع بقتي مع ربنا سواء شيء حتى تغضي الدنيا بلاه لأنهم انتبع الانسان لأن الله طلحان وخسر الانش لأنني ليس سعيد من دورة، فالحماية استحادة تعلمة و الزرع الحقيقي، فتقول الله والحماية السلام و نصرح الله و الذي يقوم كمتحقه، فهل تقوم لكالة، لكن قلت له إيه؟ فماضح الحمد لما قلت محتاجة الابطالة، و يقولوا بأغلابك محتاجة تقول، يقول مدخيك، قلت محتاجة رب و تكفي النقص بقوله فالكرب عشرية رب، و قلت مشتغل فهي عاده، فالكالة لكن بعد ذلك بدأت بأس الصحيح مجموليتي حسنو تعران حقيقي أرعب بيت عن مفرعنة أرعب بيت عن نوصولها أرعب بيت عن الأضعفة في الحال نبقي لله لكن لا بطل تنا باطل معهم هناك رجل معها لا تنسى بلغاء كتل حدان وكتل تظهر ثم تخرج من تصفهم وتحق مع ربهم كل مهم لأن الأعب مع ربهم يتبع وكت Henry يُترح وقضت في الأبد يعستثني لكن اللي هتحضك بالابلية مش مطمئة انتبك عمينا كزاء. لا. دول حقنا كزاء لا. بتحضاء وبالكزاء بالحياة الابلية. لأن المكون هتحصل مع الرب يا حبيبي احنا عمانيش في مقساة. لأن معزيل العرب رمية ولزال العالم. واحنا مؤمنين حقيقيين. واحنا فعلا بطايلين ده وهذا. لكن بقسم الرب يسار سمح الله عزيزين قال رب اختروا لي Perla. واحنا عماني بط Samsara انت احنو اعرف الحقر. لكن بالنا sweetnessそうですね أعتقد سابة coke بطاعة البطاعة الابلية كما يعلم التي صرف Music وعندما اختلفكم من عندما يعرف كمبي عندما يعرف كمبي ادرك الناب فيها طريقة انطاطنا واضن طريقة افضلية صلوه فسنا نمتلس في محافة النسيح مقابلات ونحن نخطر ملافونا مهاردة لسنا نمتلس حلبة بحق بسرعة مفرعة فتفتق حلبو كيكو مهاردة أنا عارس أسدق دي قلبي بالنسيح الصلاة بعد الصميم و جاءت طوال قائد لكونهما أخرج الفتاية حباً الآن إذا كنتم فقط في هذه المحبة أخبرت ما سأعرفك كيف يصبح فقط، وما أدخل القب فقالت محاولة هم لأسمعه و اذا كان المسيح موجود في قلبا، قولت معاه رفك و منغرني أنا حزر عشبه عادي لأن ما سيكون ليس مثبه هو المسيح هو الآخر الأرض و هم يغرون معاه إلى الأبد لكن إذا كان هذا ما يعرفش للمسيحة عن الأرض مش هيكون معادي للأبد صامي قالوا قلوا يا رب وغلرني يا رب اختبتني الله وعرف قلبي وحارب ان تصدق مشاكل ستأمي تسعى سيكون المشاكل هي أنت قلوا غلرني يا رب لأنا تعقل مشاكل وتعقل مزلوف وتحقى رب المقاوات وقلوا أنني أنا لقد حتبت أنني أعلم أنني أعيش معاكل طاطعي في السلام وعقد أغض الضيقات لكن الحمد السلام لا تسب هذه الضيقات وكذلك سيكون المشاكل سيكون المشاكلة لأبد والدواء تحسسين